العلام العالمية هنعود إلى قضية زبح الطفل السوري اللي أثارت غضباً وفزعاً شديدين في دوائر سياسية وشعبية مختلفة حسأل أستاذ بسام حجي عضو المكتب السياسي لحركة نور الدين الزنكي أستاذ بسام أهلاً بيك تحياتي إلى كل العزاء المشاهدي أهلاً بيك أستاذ بسام مشهد زبح الطفل السوري على يد عناصر من فصيلكم أثارت فزعاً وغضباً في دوائر سياسية وشعبية هل حسبتم من قاموا بها؟ الحقيقة أن الحادثة كانت تضيعة وحادثة مستنكرة ومستهجلة ومركوضة بكل المعايير الأخلاقية والدينية والاجتماعية والسياسية هي حد جريمة حرب وانتهاك فاضح لحقوق الأسرة بالأسف ارتكب أحد العناصر وعلى الملأ الجريمة عرضت وكانت صادمة لنا جميعاً بغض النظر عن ما جرى تم مباشرة اعتقال الموجودين كلهم في أثناء تنفيذ هذه الجريمة وتم تحويلهم إلى لجنة تحقيق مختصة وهذه اللجنة الآن تمارس عملاء الجريمة وقعت من أربعة أيام حتى الآن لم يصدر عن لجنة التحقيق أي تقرير بسبب سرية التحقيقات طيب أستاذ بسام في كل الأحوال أنا شايف فيه المشهد فيه عدد كبير من أعضائكم يعني هنا لم يكن خطأاً فردياً أو خطأ يتعلق بمجموعة صغيرة لأنا شايف مجموعة كبيرة وكمان حالة التهليل والتكبير الله أكبر يعني لا يمكن أن يتم التعامل معها لأنها حالة ضيقة لا ربما هي حالة تتعلق بأفكار تعلموها وتربوها داخل تنظمكم اسمح لي أشرح لك شوي ببعض الملابسات المنطقة التي أسر فيها الضحية هي منطقة حمدرات النظام هاجم هو وليشياته في هذه المنطقة وردوه ثوار على أعقابه ثم هاجم مرة ثانية وردوه وكان هناك بين أنقاض أحد المنازل الشخص يطلق عليهم النار ألقوا القبض عليه أسير أسعطوه إلى المشفى وهو جريح إلى مشفى الصخور هذه المعلومات الناس كلها تعرفوها ثم اقتيد إلى المقر الذي يجب احتجازه والتحقيق فيه معه الفيديو الأول يقول أن المجموعة المقاتلة التي أسرت هذا الشخص كانت تقول بأنه طفل ويا بشار أسد ماضل عندك ظلم تبعث المياهون في لحظة مشوى وانتصار وكان هذا الأسير جريح نقض إلى المشفى وأسعط ومن بعدها تكلف الإثنان بنقله إلى المقر أثناء نقله إلى المقر وصلوا إلى ساحة المشهد وهي ساحة مكتظة بالسكان والأهالي وأمام الأهالي وعلى الملأ ومن دون علمنا ومن دون معرفتنا طرموا بهذا الفعل الشميع هذا لا يدل على أن العملية يعني بكل المقاييس جرت بناء على تقاطي أو تدريب وخصوصا أن حركة نور الدين الزنكي حركة معروفة بأنها حركة منظمة حركة تمتلك أخلاق تمتلك سياسات حركة من الجنش السوري الحر تقارع القغيان والظلم ضد أي انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان أصلا يعني الحركة واضحة في هذه المجالات ولكن لا يمكن في حالات الحرب ضبط انفعالات وتصرفات وممارسات وارتكابات كل العناصر الحركة حركة ضخمة وكبيرة وهي تقاتل في عموم جبهات حلب ده طفل أنا لا أقول ده 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 انت بتكلم عن طفل أنا لا أقوله دفاعا عن الحركة يا 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 أستاذ بسام أستاذ بسام أستاذ بسام القضية تتعلق بطفل وما يعني هنا القضية ما فيش فيها خيوط متشابكة أو معقدة أو غامضة لا أنا أمام همجية أو آدمية ما فيش فيها وسط ما شهدنا همجية ودموية لم يقل أحد أن هذه القضية كانت لونها وردي لم يقل أحد أن الذي يلقي بالبراميل هو يلقيها على حديقة من البرود والحديق يجري في سوريا حاليا ارتكابات وجرائم ضد الأطفال والنساء والكبار والشيوخ يلقي بشار الأسد ببراميل وزنها 500 كيلوغرام متفجرة على أحياء سكنية اليوم قتل في ظهر تعواد عشرة تحت البراميل وفي الصالحين تسعة وفي الفردوس مع الشهيد كل ما تتحدث عنه جرائم دموية لكن هل ترتكب نفس هذه الهمجية والدموية ضد الأطفال بالمطلق لا ولكن لا يمكن إنكار أن الحرب ستفرض حالات من الهسترية والجنون والفلتان وسيتم هذا الارتكاب في الغزو الأمريكي للعراق تم ارتكاب فظائع شديدة من قبل الجيش الأمريكي ولم يكشف عنها إلا بعد طبيحة أبو غريب وكل يوم وفي كل لحظة يتم نكشف عن انتهاكات في مناطق مختلفة من هذا العالم ونحن نمدد ونستنكر هذه الجريمة وغيوها لا يهمنا الأمر ولا اللون ولا الشكل ولا الطول ولا العرض إنه أسير وذبح بطريقة شميع قتل بشكل همجي ووحشي وهذا ما أعتبره من مفرزات الحرب يلقى اليوم يوميا لا هو الأهم من أنه أسير أنه طفل يا أستاذ بسام طفل يعني بعد مقتل الضحية ظهرت بروباجندات أعلامية تكيرة شيء منها يقول أنه فلسطيني لاستثارة مساعر أخوتنا من فلسطين وشيء آخر يقول أنه من طائفة معينة وشيء آخر يقول أنه طفل وشيء آخر يقول أنه أكبر دست بصداد معلومات تكون كلها من تنظيم وفبركة النظام عودنا النظام على تصوير المظاهرات على أنها شكر لله على نعمة المطر هذا النظام كاذب حتى في النشرة الجوية إبقى أنت بتحقق في إيه إذا كان أنت بتقول أنا أنا مش متأكد أنه طفل ولا هو المشاهد تظهر أنه طفل يعني أنا لم أقول أنه طفل ولم أقول أنه لسه متأكد أنا قلت أن هناك تحقيقات تجري على خلفية إذا كانت هذه الجريمة قد تمت بفعل أو بدفع أو بأي تدخل من طرف ثالث أو أنها نتيجة حادث شخصي أو ما شابه ذلك أو نتيجة خلال مرضي خليني أسأل الأستاذ أسأل أستاذ أنور رجع عضو المكتب السياسي للجبع الشعبية القيادة العامة اللي بيتزعمها أحمد جبريل يا أستاذ أنور أهلا بيك أهلا بيك أستاذ أنور استمعنا للأستاذ بسام قال أنه هذه ليست من أدبيات وسلوكيات جماعة نور الدين زينكي وأنهم يحققون في الواقع لكن بيقول في حالة الحرب يعني حتحدث بعض هذه التجاوزات تعليق حضرتك أقول أنه دعني توجه تحية جلال وإكتاب روح الدعين العربي الكبير جمال عبد الماصر وعنى الشعب المصري بذكرى ثورة 23 أما يا سيدي بخصوص هذه الجريمة الصور التي عرفتموها هذه الصور تكذب المتحدث باسم جماعة نور الدينز هو يعني يرى الصورة ومع ذلك يرغب بحرف الكلام والنقاش باتجاه الدولة السورية باتجاه آخر هذا المتحدث زعيمه الروحي وزعيمه الذي يمد جماعته بالسلاح والمال هو أردوغان فإذا كان زعيمه أردوغان أعتقد يكفي ذلك لنحكم على المنطق والثقافة التي ينطلق منها هذا المتحدث هذا الأخوة الأخوانجيون المتأسلمون الذين يطحون باسم الدين والذين يكفرون يتعاملون مع المجتمعات العربية والإسلامية وفق المذهبية والطائفية والفتاوى التكفيرية فعلوا الكثير نحن يا سيدي نعاني الآن من تقافة التدمير المذهبي ومحاولة تقسيم المجتمعات والمجتمع الإسلامي بحد ذاته إلى ملل ونحل ومذاك تخيل أن هؤلاء كل من لا يقف معهم هو إذا كان امرأة يجب أن تصبح وإذا كان صفل يجب أن يصبح إلا إذا نطق باسم الجماعة هذا الفكر التكثيري هو ذات الفكر الذي ارتكب العديد من المجازر الجماعية وربما بحكم الصدفة وصلت هذه الصور وبحكم غباء هذه المجموعات إلى الرأي العام لكن يا سيدي ما خفية أعظم أنا أقول إن من يطلق النار على صدر الفلسقيين أو السوريين من غلسة وعودة إلى مجازر غير آسين مروراً بصدرة وشاتيلة إلى المجازر التي تكتبت بحق شعبنا وبحق الشعب السوري في مخيمات اليرموغ وحندرات ودرعا ومخيمة الرمل في اللاذقية كل ذلك يا سيدي هو من أطلق النار على أسرة الجيش المصري هو من يطلق النار الآن على جنود الجيش المصري هو من يطلق النار يا سيدي على كل مقاوم وكل من يقول لا لأمريكا هذا هي المسألة هذه هي الثقافة التي ينطلق منها هؤلاء الذين لا يؤمنون بالأوطان شريمة سايكسبيت أخفت بكثير من من يريد أن يزرع شريمة تقسيم المجتمعات واغتيال العقل العربي واغتيال المجتمع وهوية الأمة هؤلاء يريدون أن يغتالوا هويتنا يريدون أن يغتالوا أحلامنا يريدون أن يغتالوا انتماءنا يريدون أن نخضع بالعباءة الدينية بكل ثقوبها واهتراعاتها التي لا تمت بالإسلام إطلاقا الصورة أمامكم ومع ذلك يذهب ليقول لكم سنحقق أولا بالمناسبة هذه الجماعة جماعة توريس الأردوغانية هذه تمولها ومولتها الاستخبارات الأمريكية لأنها تعتبرها من القوى المعتدية فإذا كان هكذا هو المعتدل فما بالك المتطرف ما بالك ممن لا يعتبر من يقتل وهو يواجه الإرهابيين في سيناء ونجتمعه للتحقيق الذي أعرفتمه قبل قليل لا يعتبره شهيد هذه هي ثقافة هؤلاء ثقافة هؤلاء التي يمكن أن تطلقك من زوجتك يا أستاذ غائل لمجرد ماذا ترتدي من ملابس سواء كنت أنت أو كانت زوجتك نحن نعيش حالة من الترفي والانحفاظ الذي يجري للأسف تحت مضلة ما يسمع أستاذ أنور الطفل ينتمي هو وأسرته للجباة الشعبية القيادة العامة عنده كم سنة؟ الطفل عنده 12 سنة يا سيدي هو مريض وهذا في أطراف مخيم وأهله يسكنون تلك المنطقة وهو يعالج هذا الطفل يستمي باللواء القدس الفلسطيني هذا اللواء المشكل من أبناء مخيم حندرات ومخيم النيرب هذا الطفل أن والده ليس مع داعش وليس مع نور الدين الزينتي وهذا الطفل ليس مع أحد استمعوا إلى الفيديو جيدا وهم يحققون معه بنظرات يتاهيها الزائغة ويقول لهم لسه مع أحد هذا قتل لأن والده محسوب على القوى التي تقاتل هذه الفئة الضل المضل والطفل كان يناشدهم أن يقتلوا بالرصاص وليس بالزبح هذه سكين المعتدلين يا سيدي من من يسمى بالمعارضة السورية نحن نقدر جيدا وبالتأكيد أن تعرضوا هذه الشريمة كي يقرأ العالم ويعرف الرأي العام في مصر ماذا يجري في سوريا لأن هناك غياب في المعلومات يا سيدي منذ بداية ما حصل في سوريا هناك شح في المعلومات ولعب الرئيس المعزول مرسي دورا خطيرا هو وجماعته في مصر بمحاولة بطول الرأي العام المصري عن حقيقة ما يجري في سوريا وعن حقيقة الفبح والقتل الذي يتم تحت عداء أنظمة بعينها وبتمويل تكثيري وبتمويل أنظمة تريد لنا وتريد لسوريا وتريد لمصر اقتناص أوجاعنا اقتناص حاجاتنا اقتناص فر يدنا الحقيقية واللعب على عواطفنا وبالتالي استثمارنا في مشروعهم السياسي وأنت تعلم ماذا أقصد أستاذ بسام في تعليق أخيه أستاذ أنور بيقول أنه هذه أفكار ومنهج سيدكم ومرجعيتكم راجب طيب أردوغان ويتامكم بالعمالة للمخابرات الأمريكية وبيقولوا الصورة لا تكذب فكيف تحققون بتحقق في إيه يعني احنا أمام مشهد واضح المعالم فضل أولا أن أطلب من العزاء المشاهدين التصفيق لهذا الخطاب الناري للسيد أنور رجع الذي أعرف أنه من القادة الفلسطينيين المحسوبين على بشار الأسد هو وأحمد جبريل وأعرف أنه تقصد في خطابه الناري أن يتهمنا بكل ما يثير حفيظة ومشاعر الشعب المصري ويجعله يعني مستعدا لتقبل البروباغندة الألمية وكل الكلام نحن لسنا أردوغانيين يا سيدي ولسنا شعوديين ولسنا قطريين ولسنا مطريين ولسنا أسديين نحن سوريين خرجنا في مطلب اسمه الحرية في مظاهرات أدهشة العالم بنقائها وبياضها وكان بشار الأسد يطلق علينا كلابه ومخابراته يوميا وشهد العالم بأجمعه كيف اشتاح بشار الأسد درعا وباقي المدن والبلدات التي فظاهرت ضده ولم تعد تقبل بتوريط الحكم ولم تعد تقبل بهذه الطريقة من الحكم والاستبداد والقهر والظلم والرطنة والشار الأسد وتورط معنا في مقتل سوريا الآن يستخدم حائص نحن نستيكرها أكثر منه لأنه لم يستنكر حادث قتل طيب أنا مش عايز أبعد عن الموضوع يعني يجب أنه يتجاوز حدود الاستنكار يعني أنا أمام مشهد جماعي لأعضاء من فصلكم عدد كبير يكبرون الله أكبر وهم يسبحون طفلا لماذا أبتعد عن هذا المشهد بس يا سيدس بسام طفل سوري واحد ما الأمر الذي جرى يعني أنا أسألك عن الزبح فتقول لي غيري غيري بيسبح ما بقول لك غيري بيسبح أنا بقول لك بس دي منهم يستنكروا في حياتهم كل هذا مثل طفل واحد سوري تحت البراميل وتحت القفج والكيموي اللي أدانب فيه كل دول العياة بشار الأسد وده ما هم منهم بشار الأسد وقعوا بعد ذلك وشعر بالصلاع الكيموي ومثبت عالميا في المساكلة في الحيات جيدس هذا عنه كنت أتوقع منكم أنك تقول أن هذا المشهد يعني لا يحتاج إلى كل هذه المدة في التحقيق وأن هذا المشهد يقتضي على الفور مساءلة الذين تسببوا فيه لأنه كمان يعني أساء إليكم بشكل كبير وخل حتى البعض يتحدث عن أنه كيف تتحدثون عن معرضة سورية لا تستخدم الوسائل الدموية يعني أضعف موقفكم إلى حد كبير قولا واحدا وخلال أربعة أيام يطالع قرار ومطالع محاكمة يأتي ليستفجم المحاكمة أصولا وبشكل عالمي وأمام العالم كله طيب كل من يزبح الأطفال هنا وهناك يجب أن يزبح بنفس الشكل بتوجه لك بالشوك أستاذ أنور عايز تعلق تعليق أخير على كلام الأستاذ بسام بسام تفضل أنا ما ختمت به أستاذ وائل كل من يزبح الأطفال أينما كان من شارون إلى من زبح الطفل وعائلته الطفل الرضيع وأحرق الطفل علي الدوابشة بفلسطين وأحرق الطفل محمد أبو خبير إلى جماعة الزنك الأردوغانية من يحرق الأطفال من يقتل المدنيين من يستقوي على شعبه في الأمريكي والأردوغاني هذا جدير بالمحاكمة ولا أستبعد بالمناسبة هذه العقلية أن تحاول أن تقدم لنا مشهداً مسرحياً أزلياً لمحاكمة البعض لأن الجريمة والفضيحة كبيرة فأولا يمكن أن يقدموا بعض الأضاحي على الطريقة الصهيونية من أجل أن يحافظوا على بقائه بتوقّالك بالشكر الأستاذ أنور والأتوجب الشكر أيضاً للأستاذ بسام في كل الأحوال للأسف الشديد مشاهد زبح الأطفال مشاهد يعني لا يجب التعامل معها بهذه الاستهانة اللي بنستمع إليها والحديث عن أخطاء أو تجاوزات دي مش أخطاء تنزع عنك الإنسانية على الفور أيًا كان من ارتكبها طيب هاخد تعليق من السفير الدكتور أكرم صبري طلب التعليق على هذه الواقعة سيد سفير تفضل مساء الخير مساء الخير أهلا بيك سيد سفير تفضل أهلا وسهلا الله يعني اللي أنا شفته ويتماته شيء مؤسف للغاية شيء يحزن شيء يبكي يعني أنا عزيز على السؤال يعني عندكم أو في استوريا فيها احنا رحنا شفنا ملاجئ كتيرة وروحنا شفنا مخيمات كتيرة وشفنا أطفال وشفنا حالات كتيرة جدا وحاولنا ومنحاول لهذه اللحظة أن احنا نؤدي واجبنا كسفراء لنا وياح حاجة بعدين نفاجأ بهذا الحادث القليم القضية طب الأبد الأبد إنه رحي آية الأحسن أو يتبع واحد من بتاع داعش أو يتبع راجل لراجل مثلا صفر ويتكبر عليه من أي منطق إزاي نقبل يعني حادث زي كده كيف يقبل كمستوى يعني احنا وصلوا للمستوى لهذا الفكر وهذا وهذا إزباته ومعارضة المعارضة عايزة تنفق حكم بعد كده هو لهذا الأسلوب الدموي طراعا غير مكبول وأمر مرفوض والصراحة إحنا نستنكر هذا تماما ومشيء مؤلم جدا جدا طفل محدش في الدنيا أبدا نقدر نتكلم عن طفل أو نقرب ليه لأراجل حتى حتى لو كان أسهر راجل ما كانش في دبحه يعني الدبح كمان ديت وصلت لعزير عقيدة طيب بتوجه لك بالشكر يا ست سفير ألف شكر ما فيش شك طبعا طيب عشاني ترجمة نانسي قنقر